بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأزكى صلوات الله وتسليماته على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ورضي الله عن من دعا بدعوته واهتدى بسنته وجهد جهاده إلى يوم الدين خير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعود من حيث توقفنا إلى سورة إبراهيم لنعيش في رحاب القرآن الكريم وفي ظلال هذه السورة المكية التي تتحدث عن مواكب الأنبياء وكيف وقف منهم أقوامهم وكيف كذبوهم وكيف نزلت بهم نقمة الله عز وجل وكيف نرى مصير الجبابرة في الآخرة والنار تحيط بهم من كل جانب ثم نقف عند هذا المشهد الجديد من مشاهد يوم القيامة وما أروع مشاهدها وما أعظم مشاهدها حيث يقول الله عز وجل قبل الحديث عن مشهد الآخرة يقول في هذا التمهيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ثم يقول وبرزوا لله جميعا إلى آخره ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق هذا خطاب لكل من يتأتى خطابه ألم تر وهذا استفهام يقول علماء اللغة أن استفهام تقريري دخول الهمزة على حرف النفي يقول ألم نشرح لك صدرك كأنما يقول لقد شرحنا لك صدرك ألم تر أن الله خلق السماوات قد رأيت أن الله خلق السماوات والأرض بالحق والرؤية هنا رؤية علمية نظرية لأن الرؤية ترأى في القرآن أحيانا تكون رؤية بصرية وأحيانا تكون رؤية حلمية منامية أني أرى سبع بقرات سماني يأكلهن سبع عجاف أو أني رأيت الشمس ورأيت أحد عشر كوكبا سيدنا يوسف هذه رؤية منامية وهناك الرؤية العلمية ألم ترى يعني هذا ينفيد النظر العقلي ألم ترى ألم تنظر وتتأمل بعقله أن الله خلق السماوات والأرض بالحق خلق هذا الكون علويه وسفليه بالحق لا بالباطل خلقه بالحكمة وللحكمة لم يخلق الله تعالى شيئا عبثا ولا شيئا باطلا كما حكى الله تعالى عن أولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك لم يخلق الله شيئا باطلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار لم يخلق الله السماوات والأرض ولا شيئا فيهما باطلا باطلا ولا لهوا ولا لعبا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون من هذا الحق أن هذا الكون لا يفنى فناء صرفا بحيث لا يكون بعده حياه أخرى ويذهب الظالم بظلمه والقاتل بقتله والطاغية بطغيانه ولا ينال جزاءه كما يذهب الخيرون بخيرهم الذين لم يستحقوا عليه لم ينالوا عليه أجرا في الدنيا بربما كان جزاؤهم للطهاد والإذاء إلى آخرهم لابد أن تكون هناك حياة أخرى توفى فيها كل نفس ما كسبت وتجزى بما عملت إن خيرا فخير وإن شرا فشر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذا معنى الحق الذي خلقت به السماوات والأرض والذي قامت به السماوات والأرض ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق والله الذي خلق هذه السماوات والأرض وكما قال عز وجل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس هذا الخالق العظيم الذي لا يعجزه شيء ولا يحد قدرته حد يستطيع إذا خالفتم عن أمره وانحرفتم عن نهجه وبعدتم عما خلقكم لأجله وقد خلقكم لعبادته وخلقكم لتعرفوه إذا حدث ذلك يستطيع الله عز وجل أن يذهب بكم ويأتي بخلق آخر إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز إذهابكم وإزالتكم ومحوكم من الوجود ثم الإتيان بآخرين أفضل منكم يستطيعون أن يقوموا بما خلقهم الله له يقوموا بعبادته وبخلافته في الأرض وبعمارة الأرض التي سخرهم سخرها الله لهم ليس ذلك على الله بعزيز إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز هذا الخلق الجديد هل هو خلق غير هذه النوع الآدمي نوع آخر غير الآدميين هؤلاء الذين لم يقوموا بما أحب الله منهم وما أمرهم به يأتي بنوع آخر أو يأتي بنوع من من الآدميين أفضل من هذا النوع كل هذا وارد وقد قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز معنى ذلك يعني ليس بعظيم ولا ممتنع على الله وما ذلك على الله بعزيز إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد كما قال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم الله قادر على أن يذهب هذا الخلق ويأتي بخلق آخر غير الجنس الآدم أو يذهب بهذه المجموعة من الناس من بني فلان أو بني علان أو من الشعب الفلانية الساكن في الأرض الفلانية وأتي بشعب آخر كل ذلك داخل في إطار القدرة الإلهية وليس ذلك بعزيز ولا ممتنع على الله عز وجل وهنا تأتي مناقشة مع الإمام الغزالي رحمه الله حيث قال في كتابه الإحياء في كتاب التوكل من الإحياء إحياء علوم الدين ذكر أن هذا الكون دبر أعظم تدبير وأفضل تدبير فلا يمكن أن يؤتى بكون أحسن من هذا الكون ولو أن الله خلق الخلق على عقل أعقلهم وذكاء أذكاهم وعلم أعلمهم وحكمة أحكمهم وأعطاهم أضعاف ذلك وخلوهم دبروا هذا الكون وكشف لهم من المجهولات والعواقب ما لا يكشف إلا من قبل الله ما استطاعوا أن يصنعوا أفضل ولا أكمل ولا أتم من هذا الكون ويقول إذ ليس في الإبداع ليس في الإمكان أبدعه مما كان ليس في الإمكان أن يخلق كون أفضل من هذا الكون لأن الله دبره أحسن تدبير وقدر فيه كل شيء أحسن تقدير وكل شيء فيه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقدير الذي أحسن كل شيء خلق صنع الله الذي أتقن كل شيء ربنا ما خلقت هذا باطل ما فيش أفضل من كده ولو كان في القدرة شيء وادخره الله يقول لكان هذا يعني بخلا من الله عز وجل يناقض الجود أو ظلما من الله يناقض العد فلا يتصور هذا في حق الله عز وجل أو إنه عاجز عن إنه يصنع كون أفضل من هذا الكون لا هذا ينافي القدرة الإلهية هذا الكلام قاله الإمام الغزالي في كتاب التوكل من الإحياء ونقشه بعض المتأخرين من العلماء وقالوا إنه فيه في هذا تحديدا لقدرة الله وأن قدرة الله يمكن أن يحدها شيء واستدل عليه بهذه الآيات إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم والكلام فيه مناقشة طويلة هل هذا في تغيير الجزء أم في التغيير الكل هل يخلق كون آخر ولا يستبدل قوما غيركم ويأتي بخلق جديد ولكن الكون هو هو بما فيه يبدو إن هذا الكلام صحيح إن الكون هو هو ولا يمكن أن يبدع كون أفضل من هذا الكون لأن الله أحسن كل شيء فيه خلقه وأبدع كل شيء أعظم إبداع ووضع كل شيء في موضعه وليس فيه أمر اعتباطي ولا أمر عبثي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثة لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين يعني ما كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ثم جاء المشهد الأخروي الذي يعضده القرآن فيقول وبرزوا لله جميعا انتقلنا من الدنيا إلى الآخرة من الكفر المكذبين وتهديدهم لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا إلى دار أخرى لها قوانينها ولها نظامها ولها ملكها وحاكمها برزوا لله البروز يعني الظهور والانكشاف ظهر الجميع أمام الله وانكشف الجميع أمام الله لا يوجد ساتر يستر ولا حاجز يحجز ولا غطاء يغطي يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار لم يعد هناك أحد يدعي الملك في الدنيا ملوك يدعون أن الأرض أصبحت ملكا لهم وأن السلطان في أيديهم وأنهم يأمرون وينهون ويحكمون ويتصرفون وكأنما لهم شيء